السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده يلي اللبسه لكم نتمنى انكم تكونوا باخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال ومحبا بكم في قناة ساميرا فاميلي اليوم ان شاء الله وصفتنا اكثر من رائعة الكفصة ديال استبدال مشوية في كوكوط كتجيبني نبزة في ليدة اقتصادية وسهلة ودهية كتوجد في اقل مدة نتمنى يا ربي الوصفة دياليوم اتنال اعجاب ديالكم تجربوها وبصحة والراحة فرجة ممتعة نقوم على المقادر وطريقة التحضير عندي هنا كيلو ديال السردين اللي حيت ليه الجلدة ديالته نقيتهم مزيان وغسلتهم وطحنتهم طبيعة الحال وحضرت المعالقة كبار خليتنا بالقصبر المعدنوس لمنين مزيان واحد المعالقة صغيرة ديال التحميرا اولا ديال البابريكا واحد شوية ديالملحة عندي هنا المعالقة صغيرة ديال الكمون شوية ديال البزار وحضرت اسمعالقة ديال القصبور يابس مطحون شوية ديال الخرقوم اولا الكركم وشوية ديالسكينجبير هادي هي اللقامة اللي غادي ندير ان شاء الله مع هاستديل هادا اتبقى نعي واحد البصيلة نحكى ونجر معاكم ورجعت معاكم بعد ما حكيت البصيلة ديالي هاي نضيفها على الكفيسة سوف نخلط العناصر ديالنا كامل نشرب هذه الكفيسة ونخلطها واحد ساعة للمقانة ونشرب هذه اللقامة وتشربها جيدا نغطيها في المعالي منتر ونغطيها البواطة ونبعد ان شاء الله نتملو المراحل اللي ان شاء الله ورجعت معاكم من جديد احلى غزالات لدينا قطة طريقة تطوير القطة نحن نضيفها لدينا قطة لدينا ملاحة طريقة لدينا البواطة بعد ما نضيفها ندخلت فيها العطرية نضيفها نضيف اطراف الأصابع نضيف حراب اصابع صغيرة من الوسط نضيف الكوكوت نحن نضغط في طنجرة نضغط هذه الكفتة نضغط شهوة منها غزالة جدا رائعة جيدة سوف تشكرون عليها إن شاء الله نكمل نضغط كاملة كاملة المغرام نضغط على خلافة نضيف المقلاقة ونضيف المقلاقة إليها ونضيف المقلاقة نضيف المقلاقة نضع الققود حتى 20 دقيقة نضعها حتى تشرب سوف نضع عليها إن شاء الله سوف تكون معنا موجودة سوف نتلقى إن شاء الله في شكل نهائي بعدما نضع الققود سوف نضعها تشرب نضع عليها الغطاء و نضعها تشرب و تتقلب الزويتها سوف تشربها مزيان و نضعها نهائيا سوف نضعها إن شاء الله لطبق تتقديم وهذا هو الشكل النهائي لطبقنا اليوم كفتة الأستاذية المشوية في الكوكوت كجيبنينة غزالة ليدا و شكراً أمضاقاً من الوصفة اليوم هتنا الإعجاب جربوها في المنازل و قدموها للأسر بصحة و الراحة تقدروا تعملوها كساندويتشات في الخارجات أو كالطبق الجانبية ترافقوها مع سلطة مغربية أو سلطة متنوعة بصحة و الراحة اللي جربوها بالصفة لي لا تنسونيش من لايك لا تنسونيش باتجو القناة ديالي مع الأصدقاء ديالكم و الأحباب ديالكم و خليوا لي كومونتير باش شجعوني و بجزال القناة هذه القدام إن شاء الله شكراً لكم بزاف بزاف و إلى اللقاء في فيديو قادم و شهوة قادمة إن شاء الله بسلام عليكم موسيقى موسيقى